السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائي متابعين قناة الرياضيات مع ايمان عبدالله وجدول ضرب تلاتة واربعين وسبعة وتمانين في ثواني بسيطة جدا على بركة الله الفكرة والطريقة في بداية الامرة هنبدأ بجدول تلاتة واربعين هي التلاتة واربعين نفس هنا الفكرة ان احنا هنفرق بين التلاتة وبين الاربعة ازاي يعني يعني انت عندك هنا هنا الآربعة ايه صفر اربعة تمام طب زود اربعة يبقى صفر تمانين زود اربعة يبقى اتناشا على طول زود اربعة ستاشرة عشرين 24 28 32 32 30 40 هنا الفكرة بتاعت التلاتة بقى صفر ثلاتة هنا يعني انت بتفرع صيفر ثلاتة زود ثلتة يبقى الستة تسعة 12 خمستاشر تمنتاشر الى نصل ايه للتلاتين هربعة اربعة وهنا التلاتة بتزود طلاتة ٣ الى طيب بعد كده بعد كده بنبتدي ان احنا نجمع هنا العدد الموجودة من الاربعة كاملة مع ايه خانة اللي موجودة خانة العشرات يعني هنا هتلاحظ ان الاربعة والصفر هي الاربعة بتحطها جميل بعد كده تمانية والصفر تمانية بعد كده بس بتحط ايه العدد كامل ايه اتناشر وصفر اتناشر ستاشر واحد يبقى سبعة تاشر عشرين وواحد واحد وعشرين اربعة وعشرين وواحد خمسة وعشرين التمانية وعشرين واثنين تلاتين 32 و 2 34 36 و 2 38 40 30 هنا 3 و 40 طب بعد كده بنعمل ايه بنبتدخ الخانة الموجودة دي خانة الأحد اللي كانت هنا كلها بنحطها كما هي اهي ننزلها كما هي صف كامل هنا نفس الخانة دي كاملة بتنزل كده نفس الفكرة 87 كما نرى أمامنا برضو ده بس الفكرة 87 هنبتدل نحن نفرها اهي 08 وهنا 07 يعني بعد كده بالتمانية بتزود عليها الثمانية زيها 16 24 وانت بتكمل بتكمل 32 هنا 40 بتزود بالتمانية تمام والسبعة نفس الشيء حطينا السبعة زودنا بالسبعة 14 21 وكمل الى ان اصل الى ايه السبعين طيب بعمل ايه نفس الفكرة بنبتدى ان احنا نجمع الخانتين اللي متواجدين دول كده اهو انا محدد عليهم بنعمل لهم عملية ايه جمع وليبتدى ان احنا هنحطهم بالترتيب كده هاي زي ما احنا شايفين بناخد بنحددهم دول وبنعمل لهم عملية ايه جمع لما ببتدى اجمعهم بحط النواتج بتاعت الجمع كاملة وبعد كده الصف اللي موجود ده كله الاحد ببتدى ان انا احطه هنا في الاحد بنفس الترتيب بتاعنا فبالتالي حيكون الناتج بتاعنا اهو واحد في سبعة وتمانين بسبعة وتمانين اتنين في سبعة وتمانين بمية اربعة وسبعين لان اخدنا الصف ده كامل حطينا كله اللي بنقول لاختر كاملا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته